مميز وقرر أن يستمر الشافعي طالبا عنده ما دام يساعده في أمور التدريس أرى أنك سعيد يا محمد هل تسير الأمور في الدرس على ما يرام؟ نعم يا أمي شكرا لنصيحتك الغالية هل كانت مفيدة فعلا؟ نعم وقد تعلمت منها أمرين ماذا تعلمت؟ تعلمت الظل للعلم والأدب للمعلم بارك الله فيك يا بني ولأن والدته كانت حريصة عليه فقد قررت أن تدخر مبلغا من المال تستعين به على تعليم ولدها ولأنها تعرف أن كل فروع المعرفة مهمة لطالب العلم فقد أرسلت الشافعي لإحدى القبائل في البدء ليتعلم أشعار العرب ونصحته بأن يمارس الرياضة حتى يشغل وقت فراغه ولذا سيصبح الشافعي عالماً فقيهاً أديباً ورياضياً أيضاً شابٌ مسلمٌ يتمنى الكثيرون أن يصبحوا مثله كانت مدينة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم واحدةً من أهم محطات الإمام الشافعي وقد تتلمذ على يد إمامها العالم مالك بن أنس هذا يكفي اليوم يا محمد في الغد إن شاء الله نكمل أخشى أن أكون سبباً في إرهاقك يا سيدي مالك على العكس أنت طالب علم مميز تذكرني بشبابي كنت نهماً للمعرفة مثلك هذه شهادة أعتز بها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدي مالك لي سؤال أرجو أن تجيبني عنه تفضل اسأل بينما أنا أجلس مع بعض أصدقائي كانت هناك حمامة تهدل من وقت إلى آخر وأزعجني صوتها للغاية فسألني أحد أصدقائي عن سبب غضبي فحلفت له بالطلاق أن هذه الحمامة لا تكف عن الهديل ما أسوأ ما فعلت ألم تسمعني أحذر مراراً من الحالف بالطلاق هذا ما حدث فهل امرأتي طالق الآن أه أنت حلفت أن هذه الحمامة لا تكف عن الهديل والحقيقة أنها تكف من وقت إلى آخر ولا تستمر في الصياح طوال الوقت ولذا فامرأتك طالق للأسف هذا ما توقعت شكراً لك السلام عليكم أعتقد أن لي رأياً آخر في هذه المسألة ترى هل ألحق بهذا الرجل أم أتركه؟ أنا واثق من رأيي ولدي الدليل سألحق به انتظر يا سيدي انتظر ما الأمر أيها الشاب؟ اعذرني سمعتك وأنت تسأل إمامنا مسألتك وأراك حزيناً ما دمت قد سمعت السؤال فلابد أنك سمعت الإجابة ولكن لا أظن أن مرأتك طالق فالقسم الذي أقسمته صحيح ماذا؟ الخطأ الذي ارتكبته هو أنك أقسمت بالطلاق ولكن لم تقسم على باطل بل قولك إن الحمامة لا تكف عن الهديل قول صحيح انتظر هل لديك دليل على ما تقول؟ بالطبع سيدي مالك سيدي مالك سيدي مالك سيدي مالك ما الأمر؟ هذا الشاب يفتي أن امرأتي ليست بطالق أنت يا محمد؟ نعم يا سيدي ومن أين لك بالعلم لتفتي فتواك هذه؟ منك يا إمام ماذا تعني؟ إنه حديث حدستنا به وهو أن فاطمة بن تقيس جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تطلب رأيه صلى الله عليه وسلم في رجلين تقدما للزواج بها منهما رجل يقال له أبو جهم فنصحا الرسول صلى الله عليه وسلم قائلاً أما أبو جهم فلا يضع العصى عن عاتقه أي لا ينزلها عن كتفه وهو يقصد بذلك أنه يضرب زوجاته كثيراً والحقيقة أن هذا الرجل لابد أنه ينزل العصى عن كتفه ولكنها بلاغة الرسول في التعبير وهذا ما قصده هذا الرجل عن كسرة هديل الحمامة وكأنها لا تتوقف عن ذلك ما رأيك يا سيدي مالك؟ ألم تسمع؟ لقد جاءك بحديث للرسول صلى الله عليه وسلم لا تكرر القسم بالطلاق مرة أخرى لن أفعلها بالطلاق السلام عليكم ما شاء الله ما شاء الله والله إني لأتوقع لك ما لم أتوقعه لأحد من تلاميذي ولقد صح توقع الإمام مالك وبدأ الشافعي رحلته الأولى إلى العراق وهناك سيكون له شأن آخر شكرا لك